مشاهدين الكرام أرحب بكم بفقرة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية واليوم حيكون عندنا فقرات جديدة ومتنوعة وحيكون من ضمنها نجاوب على سؤال معنا كلمة أن المسيح ابن الله خلكم معنا أحبتي في المسيح أرحب بكم مع مقطع جديد وفقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة واليوم نتناول معنا أن المسيح ابن الله لمن يسمع المسلم كلمة أن المسيح ابن الله يتعوذ من الشيطان الرجيم لأنه يعتقد أن المسيح هو ابن بجسد من الله بعد ما تزوج مريم وخلف منها يسوع طبعا هذا الفكر مرفوض من المسيحيين قبل المسلمين وما في مسيح واحد في الدنيا يقبل بهذا ولكن المسلم يعتقد هذا بسبب الآيات القرآنية اللي يقرأها المسلم كل يوم وخلته يطيح بهذا الفخ مثل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أنعام واحد واحد أنعام 101 يعني كيف ربنا يكون له ولد بدون صاحبة لأن المسلم يفهم كلمة ولد بالشكل الجسدي ومش بالشكل الروحي للأسف ولكن هناك استخدامات كثيرة للولد غير الولد بالجسد مثلا الولد بالتبني أو بالمجاز مثل واحد كبير يقول لواحد أصغر منه بالسن يقول له يا ولدي وحن المسيحيين نؤمن بأننا كلنا أبناء الله وهذا معنى روحي ومش جسدي المصيبة أن القرآن يكرر فكرة المغلوطة مرة تانية في سورة الجن الآية 3 لما يقول تعال جد ربنا ما اتخذ الصاحبة ولا ولد وهذا يدل بوضوح على أن القرآن فهم معنى الإبن بشكل خاطئ طيب من جهة أخرى القرآن يتهمنا حن المسيحيين بأننا نقول أن الله اتخذ ولد وهذا الفكر خاطئ لأن المسيحي يؤمن بأن الإبن والآب والروح القدس واحد منذ الأذل ومش مثل ما يعتقد القرآن بأن الله في فترة من الزمن قرر أن يتخذ ولد من أشهر آيات القرآن اللي يستخدمها المسلمين هي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد حسب تفسير ابن كثير يعني أن الله لم يلد ولم ينولد ولم يكن له صاحبة ولا ولد فهل المسيحي يعتقد بأن الله مولود بطريقة جسدية حاشا إذن ما معنى ابن الله بالمفهوم المسيحي الإبن تعني أن المسيح آت من عند الله بمعنى الانتماء المسيح هو الكلمة والكلمة هو الله وفكره والكلمة تجسد بالمسيح يسوع والكلمة كان أصلا عند الله قبل أن يظهر بجسد الكلمة هو أصلا من كينونة الله فالبنوة سابقة لتجسد في اللغة العربية نستخدم كلمة الإبن للدلالة على الانتماء مثلا نقول فلان ابن جدة أو ابن النيل أو نقول هذا من عيال الشرفية أو فلان من عيال الصفا فهل حي الصفا مثلا هو أم هدول العيال طبعا لا المقصد أن هدول العيال ينتمون لحي الصفا وهكذا علشان كده الكتاب المقدس يقول عن المسيح في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يحنى واحد واحد